وبهذه المناسبة أكد مستشار والي تيرزمور المكلف بالشؤون الاقتصادية والتنمية المحلية أهمية تقدم الدعم للفئات الهشة حتى يتمكن أبناؤهم من الحصول على حقهم في التعليم ضمن المدرسة الجمهورية يسعدني أن أشرف اليوم باسم والي تيرزمور على توزيع بعض المعدات واللوازم المدرسية لأقسام ما قبل التمدرس ورياض الأطفال على مستوى الولاية وهذه الأقسام ما قبل التمدرس على مستوى المدارس وكذلك على مستوى المحاضر ورياض الأطفال المقدمة من طرف وزارة العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة إن هذه التوزيعات تدخل في إطار تكريس ودعم المدرسة الجمهورية التي يحرص فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد الشيخ الغزواني على تجسيدها